يعني برضو في آية شوية مخيفة في الرسالة إلى العبرانيين في الصحة العاشرة بقول من خالف نموس موسف على فم شهدين أو ثلاثة يرجع صحيح فلكن بيتكلم عن دينون قادمة صحيح الدينون القادمة هي لمن رفض المسيح بحسب كلام الرسول بوليس في عبرانيين الصحة بيتكلم عن حالة من الرفض رفض لشخص المسيح وعمل المسيح كانوا بيقوله إن كان النموس الذي تكلم به ملائكة أو لأن النموس أعطيه عن طريق ملائكة أو إن كانت كلمات الدينونة التي نطق بها الملائكة يوم ما راحوا للوت قالوا لأخرج لأن الرب هيدمر ويرمد مدينتي سدوم وعمورة فما نطق به الملائكة أيام لو تم وما نطق به الملائكة الذين أعطوا النموس أيضا تم إذن لابد أن ما نطق به المسيح بنفسه أن يتم هل نطق المسيح بكلمات تقول لنا أنه ممكن يدان إنسان رفض كلمات المسيح نعم كلمات المسيح وأبرزها في يوحنى مثلا أصحاح خمسة يتكلم على أن من يؤمن بالابن فلن يدان لكن كل واحد يرفض المسيح باعتباره المخلص قد دين هل المسيح ينطق بهذه الكلمات نعم عبر المسيح عن الرحمة عندما نقبل إلي وعن الدينون عندما نرفضه اشتركوا في القناة